ومن جانبه عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك صعيد عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية على الثقة الغالية في هذه المرحلة الصعبة مؤكدا أنه سيتم العمل على برنامج الحكومة الجديدة ومحدداته التي تمثل مستقبل الوطن بصورة عامة وقال أن المسؤوليات ثقيلة ولكننا سنعمل بشكل جماعي والنجاح للجميع لافتا إلى أن كلمة وتوجهات فخامة الرئيس ستكون أساسا لبرنامج الحكومة شكرا له هذه الموجهات والضوابط وأضاف الدكتور معين عبد الملك أن كل عضو في الحكومة مستشعر حجم المسؤولية الملغاة على آتقنا جميعا وبعون الله سنعمل على تجاوز التحديات في مختلف المجالات قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن جريمة قتل أحلام العشار وجنينها وترويع أطفالها الأربعة من قبل مشرف حوثي في مديرية العدين بمحافظة إب ليست حالة فردية أو حادث عرضي وأكد معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن هذه الجريمة المروعة تختزل مأساة الملايين من نساء وأطفال من اليمن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي لميليشيا تبطش بالمدنيين بهدف إرهابهم وإخضاعهم لمشروعها الإمامي وامتدادها الفارسي وأوضح الإيراني أن مشهد طفلي أو أطفال العشار وهما يتشبثان بجثمان والدتهم التي قتلتها ميليشيا الحوثي منتظرين أن تصحوا لتحضنهم من جديد يحكي تفاصيل جريمة قتل مروعة يهتز لها الضمير الإنساني لكنها لم تلفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانتها وإنصاف ضحاياها وأشار الإيراني إلى أن دموع طفلي محمد العشار هي دموع كل نساء وأطفال اليمن التي روت ترابها وسهولها وجبالها وديانها في ظل صمت المجتمع الدولي والمتاجرين بشعارات حقوق الإنسان الذين خذلوا اليمنيين وتنصلوا عن مسؤولياتهم القانونية واكتفوا بقراءة فصول الإرهاب الحوثي